في مصر وتحديداً في البداية نرحب بكابتن إسلام علي نجمل أهلي وانتخب مصر السابق لكورت السلة صباح الهنا صباح الخيري نهو وشكراً على الصدافة الجميلة دي وإن شاء الله يكون وشينا حلوة على المنتخب النهاردة مباراة نهاية بإذن الله بإذن الرحمن نحن نكلم على بطولة مهمة جداً مؤهلة بدورها لبطولات أكتر أهمية كمان فعايزين نعرف منا كده كواليس البطولة دي وتفاصيلها وخلي بدايتنا بالمجموعة اللي مصر فيها يعني مجموعتنا أخبارها إيه في رأيك مجموعتنا مجموعة قوية بس إحنا إن شاء الله قادرين الصعب في الموضوع دوقتي إن خريطة البسكت في أفريقيا تغير تماماً الفرق اللي بتنافس على الصعود لنهايات بطوط أفريقيا أو لتصفات كسهالة مختلفة تماماً عن اللي إحنا كنا نعرفه زمان يعني طول عملينا زمان كنا متخالينا أنجولا دي سيد أفريقيا في كورت السلة اللي متابع بسكت كويس عارف يعني هي أنجولا في كورت السلة الكلام ده بقى هستوري خلاص ما بقاش فيه أنجولا دلوقتي موجودة موجودة بس مش متسيدة أفريقيا كل بطولة بتلاقي فرقتين ثلاثة بينفسوا على الفاينال ممكن ما يكونش أنجولا فيهم وممكن يكون فيهم تونس فيوقات من الأوقات كانت متصدرة أفريقيا مصر دايماً دايماً بتنافس على البطولات وآخر تصفيات إحنا كسبننا وتأهلنا كسعالم بعد تخيل بعد مين بعد جنوب السودان جنوب السودان فرقة ظهرت في العرش الأفريقي بقالها سنتين ثلاثة متسيدة قارة أفريقيا ودي كانت برر خريطة خالص ليبيا من يومين كسبت في المغرب مغرب من الفلاة اللي بتنافس على بطولات أفريقيا ليبيا زحيتها عن المنافسة خالص وتأهلت مكانها لنهاية أم أفريقيا فالخريطة في الباسكت مختلفة تماماً ودي صعوبة اللعبة وصعوبة المنافسة وحلاوة اللعبة في نفس الوقت يعني هي برضو المنافسة لما تكون متغيرة ما بين فرقة واثنين وثلاثة بتدي حلاوة للعبة غير لما تكون فرقة متسيدة اللعبة محدش عالي فيه جنبها زي أمريكا على مستوى العالم زمان برضو أمريكا على مستوى العالم أسبانيا دلوقتي بتنافسها كرواتيا بتنافسها لاتفيا وغدا تاني أوروبا فصعوبة كورت السلة إن أصبح اللي بينافس على البطول لها مش فرقة بقى فيه منافسات باستمرارة بس ده إدى متعة الجميل في الموضوع إن إحنا دايما في الخريطة إن إحنا على مستوى منتخب مصر دايما في المنافسة ودايما في الصورة ممكن نكسر فاينل نكسر فاينل لكن الحمد لله ما خرجناهش بره المنافسة كوائل تتطور زي ما الدول التانية بتتطور كده يعني ماشي بنفس المعدل خلي بالك اللي حد اكترلمت عنه من شوية وفيك للتغير أسماء الأسماء الموجودة في خريطة السيادة زي ما حصل في كرة القدم واضح إنه حصل كمان نفس الكلام بحى زفيره في عالم كرة السنة فإحنا فين بقى من التطور اللي حصل على المستوى الأفريخي بنتطور لكن على المستوى العالمي لسه يعني على المستوى الأفريخي بنتطور بدليل زي ما قولت حد اكمل شوية إن فرق كتير الخريطة بتتغير فرق بتتطور لكن إحنا موجودين فإحنا مش هينفع نبقى موجودين لو إحنا مش بنتطور فده دليل كافي إن إحنا بنتطور وإن عدد اللعيبة اللي بيبقى فيه منافسة إن تخش المتخب بقى كتير قاعدة كبيرة وعندنا كمان ميزة دلوقتي إن إحنا بنعرف نستقطب تيور المهاجرة بتاعتنا من بره ده ما كانش بيحصل زمان ودي ميزة كويسة جدا لعيبة بيسفروا بره مصر سواء منح دراسية أو يلعبوا بره ما كناش بنعرف نجيبهم زمان النهاردة بنعرف نجيبهم طب إي المقابل ما خلينا نعرف منك لأن الطبيعي اللي إحنا نعرفه في رياضات كتيرة بالعكس الأبطال بيبقى عايزين يروحوا واحترفوا في الخارج فرص أحسن خلينا نقول اهتمام مادي كمان أكبر بكتير إزاي قدرتوا تستقطبوهم أكيد في مقابل لا يا فيه ظروف بتساعد يعني مثلا ممكن العقود اللي هم ومدينها بره مثلا بيمنع نوايك ده مثلا زرف ممكن يبقى خارج عن ردتنا برهنا خالص وفيه مثلا منح دراسية بيبقى ممنوع عليه أنه يلعب مع منتخب بلده لحد ما يخلص فعلا بيبقى عندهم الشرط اه طبعا 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 فيه فيه قيود مش ده شرط موكحف شوية حسنا نتكلم على شاب مثلا طالب جامعي بيدرس في جامعة وبيلعب باسم الجامعة عشان كده واخد هو المنحة بتاعه تمام تمام لكن ليه بنعوم ان هو يشارك مع منتخب بلده المكان اللي بيبقى مسافير له الولد بيبقى بيدور على مصلحته هو مش فاري معاه منتخب بلده هو بيعمل له معايشة كاملة بيصرف عليه أكل وشرب ونوم وتدريب وتعليم لكن لما يجي بعد كل ده أقولك انزل لعب مع منتخب بلدك ولقد رأنا تصاب ولا حاجة منتخب بلدك هيخسرك كنعيب لكن أنا هخسر كل حاجة فهو شرط سعبي ومحتوط وسعبي بققيد علينا احنا كأننا نجيب بلدنا لكن بشكل عام بنقدر دلوقتي بنقدر دلوقتي نجيب يعني أخيرهم مثلا عبد الرحمن نادر عبد الرحمن نادر اللعيب مصري بيلعب في الـ MBA بقاله سنين مش بقاله يوم بقاله سنين وناش بنعرف نجيبه مشكورا الاتحاد المصري مشي وراء الموضوع ده وحله وبقى موجود معنا وهو موجود في مصر حاليا إجراءات الورقية بتاعته لسه ما خلصتش عشان كده هو مش موجود في الويندو ده لكن إن شاء الله يبقى موجود في الويندو اللي بعده ودي حاجة تتحسب الاتحاد السلة إنه هو عارف يجيب العيب بالقيمة دي العيب خبرات عالية جدا ولسه ما كبرش عشان نقول إنه هو كبر فسابه لأ هو لسه سنين